يبدأ يصوم تاني يوم العيد طب بالنسبة للقضاء يعني أدي ما علي من قضاء أولاً العلماء قالوا في هذا الأمر القضاء أولاً ثم بعد ذلك الفريض ومنهم من قال أن الإنسان يقضي ما عليه أو يصوم الست من شوال لأنها مقيدة في شهر معين أما المفروض أو القضاء طوال العام ولكن من فعش أن أجمع ما بين الاثنين يعني بنية واحدة هو الأفضل تخصيص كل عبادة مخصوصة لأنه ده كان فرد وده سنة عشان الإنسان يجمع ثواب الله عز وجل يحصل للثواب طوال العام لإيه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل للصائمين باب مخصص ليهم في الجنة لكي لا يزاحمهم فيه أحد وهو باب الريان ولماذا اختص الله عز وجل الصائمين بهذا الباب لكي لا يزاحمهم فيه أحد ترجمة نانسي قنقر